بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيزي الطلبة والطالبات طلبة التعليم الفني أهلا ومرحبا بكم أهلا ومرحبا طلبة التعليم الصناعي قسم أعمال الخرصانة المسلحة الحلقة دي حلقة خاصة برضو احنا بنتكلم لسه في منظومة الجدرات في أعمال الشدات المعدنية وأعمال الشدات المعدنية بدأنا في الحلقة اللي فاتت نتكلم على تنفيذ كيفية تنفيذ جوانب اليوفورم نظام من ضمن أنظمة الشدات المعدنية جوانب اليوفورم اللي هي اعتبر خشب في خشب فريم من الخشب على جنب أو لوح كونتر اللي هو بنسميه اليوفورم بنسميه اليوفورم موجود عندي في السوق من خشب الكونتر بيكون عليه مادة لحماية اللوح نفسه أو حماية الخشب من مرور أو يعني وصول الماء إلى هذا اللوح أو هذا الخشب وطبعا احنا عملنا في الحلقة اللي فاتت مع بعضينا وعملنا بيان على المعلم وكيفية تركيب وتنفيذ مشروع لأعدة أو مهمة من الأواعد المنفصلة الأعدة المنفصلة المرة اللي فاتت أو في الحلقة اللي فاتت كانت من الجوانب طبعا بطريقتين اشتغلناها بجوانب محكومة يعني على قد مسافة الأعدة بالظبط وقلنا لها طريقتين لو محكومة يا إما محكومة أو بزيادة عرض الفريم لو محكومة جدا هتبقى يعني راس في راس وتكون متسبتة أو زاوية في زاوية وتسبت لها زاوية حديد أو زاوية تبدأ تتركب مع بعضيها بالأمط أو معايا بالأمط الطريقة التانية من الزاوية المحكومة أن العرض أو الطول اللي كانت قاعدة مربعة يبقى الطول الجنب بيزيد سمك تخانت أو سمك الفريم أو الفريم زائد الجنب تمام؟ يبقى الجنب طبعا بيبقى 2 متر مثلا بقى أعمل الجنب 2 متر و12 اللي هو الفريم 10 وكمان اللوح اللي بيتركب على الفريم 2 سنتي يبقى دي 12 سنتي يبقى إذن الجنب هيبقى 2 متر و12 2 متر وكام و12 دي طريقة عملت بيها الجوانب أو عملت بيها السندقة الأعدة المنفصلة لما تكون مربعة أما عندي في الموقع لما دخلنا الموقع اللي بعديه أو في الورشة نفسها افترضنا أن عندي في الموقع ما فيه شير جوانب طويلة والقاعدة اللي موجودة عندي كل الجوانب 2 متر و10 أو 2 متر و12 أعمل القاعدة إزاي مع العلم أن القاعدة أقل من طول الجنب نفسه أو الجوانب كلها أقل من الطول القاعدة مربعة متر 75 يعني 2 متر إلا ربع هل أقدر أكيف نفسي على الجوانب اللي موجودة عندي آه ينفع أكيف نفسي وعملنا الجنب وقسنا المسافة على كل الجوانب الأربعة جوانب اللي موجودة خدنا المسافات المعمرية مع مراعاة تجميع وسندقة الأعدة بإيه بالطريقة المزبوطة وإدناها طبعا أو سبتنا لها المتاليت وضبط الزوايا وسبتنا بعد المتاليت إيه الخوابير على وراء المتاليت طبعا الخوابير وممكن أو قلنا في طريقة تاني ممكن أسبت مددات وراء المتلوتة أو بين المتاليت نفسها بحيث تحكم المسافة بين المتاليت مددات داخلي ومددات خارجي اللي هو وراء المتلوتة وأديله أو أسبته بالخوابير الحديدية أو الخشبية ويفضل الخوابير الحديدية زي ما عملنا المرة اللي فاتت وقلنا في طريقتين لتثبيت الخوابير إما طريقة يعني شطرنجية يعني سيف حديد بيعد خبور كل واحد إيه كل واحد متر وفي طريقة تانية خبور أصاد خبور بيبقى بالطريقة دي وأقفلهم على بعضيهم وزرجنهم بلايه بسلك الرباط أزرجنهم على بعض بسلك الرباط وأديها مسمار أرشهلي ومسمار أرشهلي وأقفلهم على بعض طيب في الحلقة اللي فاتت ده كل كل كلام ده حصل أيوة بالزبط حصل نكمل مع بعضين النهاردة نشوف الأعدة المستطيلة والأعدة المتصلة بميدة بس عايزين نركز مع بعض بعد إذنك نركز نشوف الأعدة المتصلة بميدة ومبدئيا نشوف الأعدة المستطيلة هو بيقول لي تدريب عملي على كيفية تنفيذ الأعدة المتصلة المنفصلة والمتصلة أدي عندي التدريب أهو زي ما يلنا شغالين زي الفل بيبدأ إن إحنا نقيس المسافة المطلوبة اللي إحنا عايزينها تمام؟ وفرضا إن أنا عندي وليكن الجنب اتنين متر في مية وسبعين في متر وسبعين أو اتنين متر في متر ونص ما فيش مشكلة أخذ المقاسيات المطلوبة لأن دي أعدة مستطيلة أعدة إيه؟ مستطيلة وسندة الأعدة في مع مراعاة وضع السندوق بتاع الأعدة اللي هو الأربع جوانب فين؟ في أماكنها المزبوطة عند الأكسين الطولي والأكس العرضي الأكس الطولي والأكس العرضي جميل؟ مع مراعاة وضع العلام يكون من الداخل وليس من الخارج ما يسيبش حاجة معايا بحيث إن الأعدة تاخد القطاع بتاعها المزبوط تاخد القطاع بتاعها المزبوط يبقى العلام يبقى فين؟ يبقى داخلي داخل الأعدة مش برى الأعدة أو مش وراء الجنب نفسه سندقنا الأعدة المستطيلة دلوقتي لو أنت الشاطر بقى قول لي بعد كده نعمل إيه؟ نسبت على طول إيه؟ نسبت الأبئيب بعد تثبيت المسمار الأرشالي بعد تثبيت المسمار الأرشالي تثبيت المسمار الأرشالي ليه هندسة؟ حتى يتم ضبط أو وضع الجنب في مكانه حتى يتم وضع الجنب في مكانه ولا يحدث فيه إيه؟ ولا يحدث أي خلل زي ما أنت شايف كده الجنب مثلا بيبعد عن الجنب الثاني أو الجنب الآخر أو هيتحرك عن العلام لا بديله مسمار أرشالي يثبت الجنبين مع بعضه بعد كده بثبت الأبئاب الأبئيب اللي موجودة عندي بثبتها لضبط أو حكم الزوايا المزبوطة عندي تمام للقعدة الخطوة اللي بعد كده ببدأ راجع على الزوايا بالزاوية القايمة بحيث أن أنا أثبت المثاليت بعدها على طول أو في الخطوة اللي بعدها يعني أنا دلوقتي عندي الزاوية القايمة بثبت بيها أو أثبت الزاوية أو أضبط الزاوية بالإيه؟ بطريقة نظرية فيساورس أنا زبط الزاوية والقائمية والرأسية الجنب نفسه ببدأ أوزع المثاليت كل مسافة مسافة لا تزيد عن خمسين سنط مسافة لا تزيد عن خمسين سنط تمام كده؟ يبقى أنا كده زبطت الدنيا مزبوط معايا كده الزوايا بتاعت كلها مزبوطة سبت المثاليت بالطريقة المزبوطة بمسافة لا تقل أو لا تزيد عن خمسين سنط كده شغلي أرجع عليه طبعا كل ما أعمل حاجة أرجع عليها أول ما خلصها يعني أنا وزنت أو قصت المسافة بين المثاليت أرجع عليها بحيث أن أتأكد بعد ما ثبتها أن هي مزبوطة ولا لا وزنت الجنب أتأكد عليه بالزاوية القايمة أن الزاوية نفسها مزبوطة ولا لا تمام بعد كده الطريقة أو الخطوة اللي بعد كده هأبدأ أثبت المدادات وراء كل متلوتة أثبت مداد أو وكمان مداد داخلي ومداد خارجي المداد الداخلي ده على فكرة هو العمل الأساسي لأنه يحكم المسافة بين المثاليت بيتسمر في كل متلوتة مسمار أرشل إذا كان من العروق الفلية بعض الناس ممكن تعملوا من لوح لتزانة بحيث يمسك المسافة وخلاص ويأول متلوتة من وراء بميزان بالمداد الخارجي أو بالخوابير على طول يأويها بالخوابير مباشرة أو بالمداد الإيه أو بالمداد الخارجي تمام كده الله ينور خلي بالا ده دلوقتي هنخش في مرحلة تسبيت الخوابير مهمة جدا جدا مرحلة تسبيت الخوابير دي ده طريقة تسبيت الخبور لو أنا هسبت خبور وراء المداد الداخلي الخوابير وراء المداد الداخلي طبعا من الداخل بيكون حاكمها مين حاكمها الجنب نفسه المتلوتة من الخارج وخلاص يعني من وراء المداد الداخلي على طول أما المداد الخارجي أعمل له حاجة اسمها يعني خبور في وش خبور وأثبتهم بلايه زي كده خبور اهو وأبدأ أثبته بالطريقة دي ما يلسننا بسيطة بحيث يديني يحضن العرق كده يحضنه والخبور الآخر يجي بالشكل ده الاتنين كأنهم حضنين العرق بحيث ما يتحركش العرق يمين ولا شمال إذا اتحرك أو حد زقه أو أيا كان ويبدأ يثبت له مسمار بالشكل اللي انت شايفه ده أثبت المسمار مسمار أرشالي وأتنيه على الايه على الخبور نفسه أتني المسمار نفسه على الخبور على طول واحد من النحية دي مسمار من النحية دي ومسمار من النحية دي والطريقة التانية انا سبت الخوابير بطريقة شطرنجية قدم اسمار من النحية دي خبور من النحية دي وخبور من النحية التانية اللي هي الخوابير الايه الحديدية دي طب انا سبت الخوابير الحديدية ممكن أثبت الخوابير مباشرة خلف المتلوتة هل ينفع الكلام ده؟ آه ينفع 100% كمان فيش أي مشكلة تمام؟ بس لو الخوابير كده أنا ضامن أن هي تكون مسبتة تماما طبعا ممكن خبور وراء المتلوتة أو خابورين وراء المتلوتة وبعض الناس ممكن يثبت الخوابير ده هندسة تليك معايا أعمل لك الحاجة التانية بعض الناس ممكن يثبت الخوابير ده إيه؟ الخوابير ده في أثناء تأدية إيه؟ صبت الخرصانة العادية هنيجي بعد كده نوزن الجنب وثبت المتلوت نوزن الجنب وثبت المتلوت لاحظ جدا أن ضبط الزاوية أو ضبط الجنب نفسه بالميزان مهم جدا من الأول ومنين من الآخر كده عملنا الجنب أو الأعدة الميدة أو الأعدة اللي هي المستطيلة عايز أعمل الأعدة متصلة بإيه؟ المتصلة بميدة الأعدة المتصلة بميدة نركز بقى مع بعضينا كده لأن لها كذا شكل وكذا نظام ممكن أعمل زاوية الأواعد أو زاوية الأعدة نفسها ها؟ زي ما أنت شايف كده أصنعها بطريقة الزاوية وأعمل لها نقر ولسان وعاشق ومعشوق بالإيه؟ بالفريم اللي موجود عندي تمام؟ عملتها بالفريم اللي موجود بالشكل اللي انت شايفه ده بالزاوية اللي انت شايفها دي بالمأسات المطلوبة حسب الرسومات الهندسية يبقى إذن الزاوية نفسها بتبقى واخدة نص الجنب اللي ناحية دي ونص الجنب اللي ناحية دي دي طريقة ودي طريقة اللي هنعملها دلوقتي واللي احنا عملناها من فترة أو من شوية كده أو في الحلقة اللي فاتت طريقة تاني ببدأ أجمع الزاوية بتديني الزاوية بالشكل اللي انت شايفه ده اهي حلو جمعت الزاوية مع بعضيها أجي هنا أثبت أمطة بتمسك فريم الزاوية من الناحية دي وفريم الزاوية من الناحية التانية تمام كده بسبتها بأمطة ممكن الأمطة دي تكون أمطة بلدي زي كده تمشي وأمطة أفرنج اللي هي بتاع الشدات المعدنية تمشي اه تمشي ممشي اي مشكلة بالشكل اللي موجود عندي ده طيب خلي بالك ركز كده وإحنا شغالين ما تدريش على زميلك ونبدأ نركز مع بعضينا طريقة التنفيذ خطوات التنفيذ مهم جدا خطوات التنفيذ ليه أنا كل ما أنا ممكن أقدر أقول لك إيه إحنا في الطريقة الأولينية سبتنا الأمط طيب أنت عارف سبتنا الجوانب طيب أنت عارف في الطريقة التانية أو في النظام التاني سبتنا المتاليت طيب أنت عارف أقول لك أثبت المتاليت وخلاص لا أثبت لك أنا برضو المتاليت بحيث ان احنا كتر التكرار بيعلم الناس طبعا وبيعلم الناس المحترمة والناس اللي عايزة تفهم نقرر كتير كتير عشان المعلومة ما تخرجش من دماغك ابدا في هذه المنظومة الجميلة طيب بجأ راجع طبعا انا ايس وعمل الزوايا مظبوطة جدا معايا برجع هنا المسافات بين الايه بين الاضلاع حسب رسومات المعملية من الاول ومن الاخر وكمان مش كده وبس من عند تلاقي الزوايا مع بعضها من عند تلاقي الزوايا مع بعضها بتطلع مظبوطة يعني الجنب بقيسه اربع مرات مرة من الاول ومرة من الاخر ومرتين من النص ومرتين منين من النص ده طريقة تثبيت الايه الزوايا بعد كده بخش على تثبيت المتاليت بالطريقة اللي احنا عرفناها اللي هي ايه اثبت يا اما خوابير وراها مباشرة يا اما بقى اثبت لها حاجة اسمها ايه برافو عليكم اسمها ماداد اهو الماداد هو وزمين نجابه وشغله ووزن ارجع عليها على الوزن بقى المزبوط عندي كانت مزبوطة ولا مش مزبوطة بعد اما ثبت بعد اما ثبت المتاليت والتاني زي ما انت شاف كده بوزن بالميزان مرة من الاول ومرة من الاخر ومرة من النص مرتين من النص ليه الجنب ده الزاوية موصولة مع بعضها موصولة مع بعضها من النص وهتراع خلي بقى لو وزننا من النص وزنتين من النص هالزاوية نفسها قريضي هي موزونة ومعمولة زاوية قايمة جدا الطريقة دي مش يعني ما تلاقيش كتير لانها مكلفة جدا عشان اعمل نقر ولسان في كل الزاوية طبعا لان يعتبر بستخدمها مرة واحدة فقط لغير فبتكون مكلفة علي وبتكون مش مزبوطة اولا وممكن استخدم الزاوية بتاعتها في تركيب زاوية او ميدة زاوية او ميدة حرف تي او ايا كان بقى ابدأ ازبط بيها الزاوية دي نفسها باستخدمها في تشكيل وتركيب الميد او تراقي الميد مع بعضها تمام كده خلصنا او عملنا الاعدة المربعة بطريقة طريقة طريقة الايه عمل الزاوية بسبت بقى بقويها وسبت الخوابير بالشكل اللي انت شايفه ده وبالنظام اللي انت عارفه اللي هو بالطريقة الشطرنجية او ان انا اسبت خوابير ايه طبعا الماداد الداخلي بسبت له خوابير مرة او من ناحية واحدة او من جهة واحدة وبعد كده بسبت الخوابير للماداد الخارجي بطريقة شطرنجية او بطريقة متقبلة خوابير متقبلة مع بعضها واعيد عليها الوزن النهائي واسبت لها الايه اسبت لها الابئيب الموجودة عندي لضبط الايه لضبط المسافة عايزين نخش برضو مع بعض بس نراعي بقى ايه واحنا بعد ما نخلص شغلنا سواء قاعدة مربعة او قاعدة مستطيلة عند الفك ان انا فك الخشب او فك الجوانب بتاعتي ان هي ترجع مكانها تاني واصينها صيانة تكون صيانة محترمة جدا في نهاية الامر وفي بداية الامر بداية العمل وفي نهاية العمل يبقى في نهاية العمل هناك او نهاية المهمة بقى صين الاعداء في بداية المهمة هنا بصين برضو الجوانب اللي موجودة عندي للقاعدة او للميدا هنا انا عايز اعمل اه حاجة تاني او مهمة اخرى اللي هي تثبيت الايه تثبيت قاعدة متصلة بايه متصلة بميدا ببص طبعا على الرسومات الهندسية وبص على اماكن الايه اماكن المحاور اللي موجودة عندي وابدأ اخد او يعني الرسومات الهندسية اللي هي الرسومات المعمرية واحدد المسافات المطلوبة للقاعدة المستطيلة دي وابدأ اجمع الايه اجمع الجوانب يعني اسندة الاعداء اسندة الايه الاعداء كده عملنا او بنعمل على طريقة سندقة الاعداء الاولانية ليه احنا نعمل اعداء متصلة بميد او نعمل اعداء متصلة بميد عملنا الجنب الاولاني والجنب التاني والجنب التاني عملنا ثلاث جوانب بالطريقة اللي انت شفتها في سالف الزكر سواء للاعداء المربعة او الاعداء المستطيلة اللي فاته احنا هنا نعمل اعداء هنا هو قال لي ان الرسمة دي بتقول لان انا عايز منك اعدة مستطيلة واعدة مربعة متصلين بميدة فانا هعمل له اعدة مربعة هتبقى وراه وهعمل له اعدة مثلا مستطيلة بالشكل اللي انت هتشوفه ده احنا عملنا مثلا جا عندي المسافة دي الاعدة اتنين متر وعشرة اتنين متر وعشرة في مية وسبعين او مية خمسة وسبعين مية خمسة وسبعين او باجا نعمل يبقى الضلع اللي انا هعمل فيه الميدة انا سبتت تلت اضلاع اللي هو ضلعين مية خمسة وسبعين مية خمسة وسبعين تمام ضلع كام مية خمسة وسبعين وضلعين اتنين متر وعشرة ضلع مية خمسة وسبعين وضلعين اتنين متر وعشرة طيب الضلع التالت ده هيبقى في ايه هيبقى فيه الميدة الميدة كام الميدة 30 سنط صح ولا مش صح أو 25 الميدة هنا 25 و 35 25 كلام جميل 25 بقوم خصمها منين من 175 بيفضل عندي كام بيفضل عندي 150 150 دي أقسمها نصين ضلع ده أو الضلع اللي نحيا دي أو الجنب اللي نحيا دي هيبقى كام 75 سنط والجنب اللي نحيا دي يبقى 75 وأبدأ أثبته وأسند المسافة بين الضلعين أقسم مرتين مرة من الجنب من أول الجنب من ناحيا دي ومرة من آخر الجنب قبل الميدة ومرة من عند الميدة من هنا برضو الجنب أو تلاخي الجنب الآخر أهو لو في أي مشكلة ببدأ أخبط عليها بالمطرقة أو برجل أو أحركها أشعر أرفع الجنب أو أيا كان كده الأعداء المستطيلة اتربعت بقي جنب الميدة بقي جنب أو جوانب الميدة هسند الميدة هي كمان وطبعا خلي بالك الميدة نفسها ليها تمام ليها أكس واحد برافو عليك ليها أكس واحد فقط لغير زي ما احنا متعودين الميدة المستقيمة ليها أكس الأعداء ليها أكسين أكس طولي وأكس عرضي ويفضل وصل الأعداء باتجاهين على الأقل بميدة اللي لو كانت أعداء متصلة يعني ما أعداء منفصلة طبعا يفضل الأواعد تكون متصلة بالميد أو الشددات بالميد أو الإيه أو الشددات وشغل الشدد هو هو شغل الإيه شغل الميد تمام بعد كده باجي على طول أعمل الأعداء المربعة الأخرى اللي احنا كنا متفقين إن احنا نشتغل عليها بطريقة الزوية بطريقة الإيه الأعداء المعمولة بطريقة الزوية كويس الداني الأعداء اللي هي المستطيلة والميدة بعد كده جنبين بلا سندقة الأعداء المستطيلة سندقة الميدة سندقتها يعني جمعت الزوية أو الجوانب بتاعتها في مكانها وجمعت أو سندقة الأعداء المربعة الأخرى هذه الجوانب بتاع الأعدتين والميدة المتصلة بيهم ده الطريقة السليمة إن أنا سندق المكان أو سندق الأواعد بتاعتي المتصلة بالميد أو الميد بالأواعد ديناهم السندوق المزبوط في المكان المزبوط في المعند المحاور والأكسات المزبوطة بعد كده بخش على النظام أو إيس بقى أخذ مأساتي أرجع عليها عشان أبدأ أثبت أثبت برافو عليك المتاليت زي من نصحي أهو وبدأ يجيب المتاليت عشان نبدأ نثبته تمام وزع بقى المتاليت مع عمل أو وضع المأسات المزبوطة وضع المتاليت في الأماكن بعد ضبط المأسات ضبط لمأسات الميدة لو أثبت متاليت الميدة وكمان أوزع المتاليت اللي هي المسلسات للتقوية أو بيسموها برا شكال في دوكما زي ما الموقع بيسميها تمام أرجع المتاليت مزبوطة معايا بحيث أن المسافة بين المتلوتة والمتلوتة تكون مسافة متساوية حتى لو في ضغوط تبقى الضغوط على الجنب متساوية الضغوط على الجنب نفسه ضغوط إيه؟ ضغوط متساوية تمام زي الفل بدأ زميلنا أهو نبدأ نحط مداد داخلي والمداد الخارجي المداد الداخلي والمداد الخارجي والمكان اللي ما ينفعش تحط فيه مادات داخلي ابدأ قوي المادات الخارجي بطريقة كويسة جدا والطريقة متينة ما فيش اي مشكلة تكفي عن المادات الخارجي ليه قاعدة المسلس اللي هي قاعدة المتلوتة نفسها بتحكم معايا وتزبط الجنب كويس جدا بس تسبت الجنب بمسمور قرشل او في المتلوتة نفسها بحيث ما تتحركش والمسافة ما تتحركش او المسافة ما تخلش بين المتلوت تمام كده عملنا الجوانب وسبتنا المتلوت واقوناها بالخوابير هنقويها بالماداتات وهنقوي المادات او نسبت المادات بالخوابير يلا الخوابير على طول عشان ما نقافش كتير ونبدأ نكمل شغلنا مزبوط بعد ما خلصنا المفروض ان انا بعمل ايه باخد مقاساتي اشوفها مزبوطة ولا مش مزبوطة اخد مسافة الميدة مقاسي الميدة نفسه وباخده مرتين مرة من عند قورة الجنب للقاعدة نفسها جوانب القاعدة من القورة للقورة ومن بداية جنب الايه جنب الميدة ومن نهاية جنب الميدة من نهاية الجنب بيس من هنا من نهاية الجنب ومن قورة الجنب بتاع الايه بتاع الاعدة مرتين مزبوطين اثبت الابئيب على طول ولو فيها اي خلل او ايا كان بنبدأ ان احنا نرجع المتلوتة مكانها تاني ونزبط المتلوتة طريقة او باخرى وببدأ اتحرك على هذا الاساس ابئيب طبعا لتثبيت جوانب الميدة دي بتعمل عندي ايه بتحكم المسافة بين الميدة بين جنب الميدة الاولاني وجنب الميدة المقابل لي جنب الميدة الاولاني وجنب الميدة المقابل لي هناك في الاعدة بيبقى المتلوتة بيبقى الابئاب ده بيحكم الزوايا او بيحكم المسافة بين الاواعد او بين الجوانب بتاع الاواعد بين جوانب الايه الاواعد تمام يا هندسة يبقى انا كده شغلي بقى تمام معايا ومزبوط جدا جدا واقدر دلوقتي استلم من النجار عايزك تقدر نفسك ان انت دلوقتي بتستلم الاعدة دي او المشروع ده من النجار نفسه هتعمل ايه؟ اه لقينا الزاوية دي مش مزبوطة ابدأ خلي النجار يفكها بقى او يعمل اللي يعمله اهم حاجة او يفك المتلوتة العكسية والمتلوتة اللي ورا الجنبه مباشرة ويبدأ يزبط واوزن اللي جناب مباشرة من الاول ومن الاخر كده احنا خلصنا مثلا بس انا بستلم من النجار بستلم من النجار استلم من النجار بطريقة انا استلم الزاوية هو عملها بطريقة 3 4 5 انا استلمها ويكون معايا الزاوية القايمة هو عملها بالزاوية القايمة انا استلمها بطريقة 3 4 5 ودايما النجار بيشتغل بطريقة 3 4 5 اللي هي بنظرية فيساورس كل الزاوية كده مزبوطة دي اهم حاجة في المشروع او اهم حاجة في شغلي ان انا استلم منه الزاوية الاول بعد كده لو الزاوية مزبوطة سهل جدا ان انا لو وزنت اللي جناب هلاقيها ايه اكيد هلاقيها مزبوطة جدا لو وزنت اللي جناب هلاقيها مزبوطة جدا من جميع الاتجاهات طالما الزاوية مزبوطة يبقى اذا رأسية الجوانب هتكون مزبوطة جدا كمان بستلم منه المددات مع مراعاة وضع الايه وضع الخوابير بالطريقة السليمة الطريقة المزبوطة الطريقة التي تؤدي الى تحمل ضغط الخرصانة من جوانب الايه من جوانب الاعداء وجوانب الميل اللي هي الطريقة الشطرنجية زي ما قلنا اهو ثلاث خوابير اهم مسبتين لواحد الناحية دي واحد الناحية دي واحد الناحية دي على بعد متر واحد الناحية التانية على بعد متر بطريقة الشطرنجية مع بعضهم مع تثبتهم بيه مع تثبتهم تثبتهم بالمطرقة التقيلة او الشاكوش البيضة التقيل لا الشاكوش البيضة التقيل وبعد كده ممكن المداد الداخلي اثبت فيه المتاليت بحيث تحكم المسافة بينهم وبعد كده أثبت وراه الخوابير أثبت وراه الخوابير أو باسترم من النجار كمان الخوابير دي هل هي مظبوطة ولا مش مظبوطة ممكن يثبت خوابير في مكان تكون المسافة أو تكون التربة فيه غير صلحة لتثبيت الخبور أصلا تكون تربة رخوة ممكن ما تكونش أساساً الخبور نفسه سابت في الحالة دي أبدأ أخلعه واثبته في مكان آخر تمام أبص كمان لشد خيط بين أضلاع الميدة نفسها بحيث تكون هل الميدة على استقامة واحدة ولا لا هل الميدة مظبوطة معايا ولا مش مظبوطة الجنب الخارجي والجنب الداخلي للميدة مظبوط على استقامة واحدة ولا كل جنب على استقامة واحدة ولا لا أراجع برضو من الميدة للأكسات ومن جوانب الأعدة للأكسات مراجعة مظبوطة جداً 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 بعد كده تمام بقى أشوف الزوية نفسها وبد ومثلاً بداية الجوانب بداية جنب الأعدة اللي هو عند تلاقي الأعدة مع الميدة نفسها القورة في القورة يبقى إذن أقيس المسافة مرتين وراجع عليها مرة واثنين لممكن يحصل الجنب ده يتزقل واحده أو ييجي حد نتيجة الشغل أو نتيجة تزبيت الجوانب أبص لقي الجنبين قفلوا على بعض فتبقى مشكلة كبيرة جداً هتيبقى الجنب لو دخل من الناحية دي حتى سنتي والجنب التاني سنتي واحد بس يبقى الميدة قلت معايا القطاع بتاع الميدة قل معايا في الحالة دي هتبقى مشكلة كبيرة وكمان لو استشاري أو مهندس هيسترمها مش هينفع وقطاع الميدة لو قل يبقى إذن تحميل اللي هيجي عندي التحميل نفسه هيبقى ضعيف جداً والشكل والمنظر هيبقى مش مزبوط اه دي شكل الميدة او المشروع كامل عندك اهو نبدأ نتكلم على اساسه ده كده تركيب وعمل العملي او تنفيذ عملي لقعدة قعدتين متصلين بميدة قعدتين متصلين بميدة وطبعاً بالمناسبة عشان اركب قعدة زائد ميدة او قعدة اه يعني متصلة بميدة بأوصل لها الايه الجوانب مع بعضها بطريقة مزبوطة انا عايز اشرحها لك وقولك ازاي يوصل الجوانب مع بعضها هو لان دي الفكر الوحيدة اللي موجودة عندي في عمل او تثبيت الميدة مع الايه الميدة مع تلاقي ميدة مع الاعدة نبص مع بعض على الداتا كده وهرسمها لك ونوضحها مع بعض توضيح على السريع قبل اما حلقتنا تخلص نبص على الداتا لو انا عندي الاعدة دي وليكن جنب الاعدة معينة نركز مع بعضينا كده على الداتا ايوه ادي اعدة هي هنرسم الجنب اللي نحيا دي والجنب اللي نحيا دي والجنب اللي نحيا دي وطبعا هيبقى بينهم في حاجة اسمها ايه ميدة انا عايز اعرف الجنب ده الزاوية دي هتتعامل ازاي الزاوية دي لو جيت انا دلوقتي عملت الزاوية دي وجبت الجنب ده ركبته بالشكل دوا وانتهى النحيا دي هيبقى شكله عامل كده يبقى ازا الجنب التاني هراعي مسافة دي كام قبل ما ابدأ في تركيب اللي جناب هعرف المسافة بتاع الميدة قد ايه والجنب ده هعرفه قد ايه وليكن زي ما قلنا مية خمسة و ايه مية خمسة وسبعين او متر خمسة وسبعين طيب المتر خمسة وسبعين دي الجنب ده المسافة دي زيها ولا مش زيها زيها اكيد طيب انا عايز اخذ مسافة الميدة نفسها عشان اركب الجنب بتاع الميدة على المسافة بتاع الجنب ده اللي هي زيها دي حلو يبقى انا هاخد اطرح مسافة الميدا اللي هي الخمسة وعشرين سنتي من المية خمسة وايه من المية خمسة وسبعين هي دي الفكرة اللي موجودة في ازاي اوصل الايه اللي اتنين ببعض يبقى انا باخد المسافة دي بعرفها كام لان المسافة دي هي هي المسافة اللي هنا دي دي كام هي هي نفس المسافة دي بطرح من دي الخمسة وعشرين سنتي اللي هما المسافة دي الخمسة وعشرين سنتي مسافة الميدا او عرض الميدا او سمك الميدا اقولها زي ما انت عايز طيب او استاذ بعد ما طرحنا المسافة دي بقى ادتني كام ادتني مية وخمسين متر ايه متر وخمسين راحوا فين بقى الخمسة وعشرين البقيين راحوا في الميدا طيب المية وخمسين اللي بقيين أودهم فين أقول لهم على اتنين أقسمهم على اتنين ليه أقسمهم على اتنين يا هندسة عشان هعملهم جنبين جنب ده وجنب هنا هتديني كم هتديني سبعين سنط خمسة وسبعين سنط برافو عليك خمسة وإيه خمسة وسبعين سنط يبقى إذن الجنب ده هندسة كم بقى خمسة وإيه خمسة وسبعين وده خمسة وسبعين وده يديني إيه يديني متر ونص والمسافة دي خمسة وعشرين هتديني كم مية خمسة وسبعين اللي هي المسافة دي طيب أجمع الاجناب مع بعضها إزاي يبقى أنا جمعت الجنبين دول مع بعضهم أورة في أورة أورة فين في أورة الجنب ده أهو طبعا والجنب اللي جاي من الناحيات دي تجميع الزاوية طيب فيه نظام تاني أهو فيه نظام تاني ممكن أجي طبعا عشان عملت الزاوية دي الجنب ده بكده يبقى لازم أديله الجنب بتاعه التاني بالمنظر اللي انت شايفه ده كويس أهو الجنب دو يبقى مية ده 75 صافي طيب هندس والجنب ده كام 75 صافي يبقى هيبقى الأورة في الأورة ها قفر دي المتر وقف من الأورة دي 25 للأورة التانية لأورة الجنب يعني واجه أقوم عامل الجنب الايه جنب الميدا نفسه يبقى دي طريقة لتثبيت الايه لتثبيت الزاوية ده تثبيت زاوية وده الزاوية المقابلة ليه فيه طريقة أخرى فيه طريقة أخرى تعالى هنا كده وليكن احنا هنشد الجنب هو ونعمل جنب آخر بالشكل ده كويس طيب هنا بقى أنا عكست الحوار هعمل ايه هخلي الجنب دوا يخش معايا الأول جنب الميدا جنب الميدا راح فين راح الأول يعني نهى المسافة بتاعته في المسافة دي طب لو أنا ثبت الجنبين دول الجنبين دول الأول ها هاي اسهم ازاي هيبقى الجنب هنا مشي كده هيبدأ يريد في القاعدة التاني القاعدة بالمنظر ده والجنب ده هيبدأ يتحرك معايا بالطريقة اللي انت شايفها دي يبقى تلاقي الزاويتين دول مختلفين عن دول تماما أنا هنا قصت المسافة دي 25 من قولة الجنب وقمت سببت عليها جنب الايه جنب الميدا على طول بالطريقة الملاصقة لها طيب هنا جنب الميدا مباشرة هو اللي هيشتغل معايا اس 25 وابدأ أثبت الجنب التاني ملاصخ ليه بس جنب الميدا يكون محكوم على نهاية الايه نهاية القاعدة طيب المقاسات بتكون عندي عاملة ازاي هقول لك عليها دلوقتي اهي لو جينا ناخد المقاسات بلاقي المسافة من جوه من جوه جوه 25 25 ومن بره جنب الميدا يعني من بداية جنب القاعدة نفسه كام ها 12 سنتي اللي هو الجنب نفسه اللي هي الفريم زائد الجنب و12 سنتي الفريم زائد الجنب يديني 24 زائد 25 اللي هو اللي هي عرض الميدا نفسها تمام يبقى المسافة من الجنب للجنب تديني كام من جنب الميدا لجنب الميدا من القورة للقورة من جنب القاعدة لجنب القاعدة التانية من قورة جنب القاعدة لقورة جنب القاعدة تديني كام هندسة تديني 48 سنتي 48 ايه سنتي اللي هي ايه اللي هي 25 و 12 سنتي و 12 سنتي اهي نوضح حلق اكتر هادي اللي 12 ودي 12 تمام 12 سنتي و 12 سنتي يديني 24 و 25 اللي هي عرض الميدة نفسها او سمك الميدة يديني كام 48 لو حبيت اقيس من بداية قولة الجنب ده لقولة الجنب التاني تمام ابدأ ان انا ايه اه تمشي مزبوطة معي تمشي مزبوطة اجيب بقى جنب الميدة وابدا اثبته يديني من الناحية دي اثبت من الناحية دي واسبت من الناحية التانية يديني الخلاصة 25 بتاعت عرض او سمك ايه سمك الميدة طيب من هنا يبقى انا عرفت اسبت الزاوية بالطريقة دي اهي وعرفت اسبت الزاوية بالطريقة الاخرى يبقى انا لو عندي اسبت الاعداء الاول اسبت زاوية او اسبت الزاوية عند تلاقي اسبت جنب الاعداء الاول يبقى أنا أقيس من قولة الأعدى من قولة جناب الأعدى وأبدأ أثبت وبعد كده بقيس الناحية التانية من الجنب ينفع إيس الخمسة وعشرين مع مراعاة وضع الأكس في المكان المطلوب بتاعه أو وضع الجنب عند الأكسات وقيس نص المسافة أو إيس الخمسة وعشرين مع بعضهم مع مراعاة وضع الأكس فين في المنتصف وضع الأكس في المنتصف يبقى أنا أراعي أن الأكسات بتاعتي تكون فين هندسة تكون في المنتصف تمام وكمان القعدة يكون لها ايه ليها اكسين اكس طولي واكس عرضي هذه الاواعد لازم يكون لها اكس طولي واكس ايه عرضي وفي بداية الامر اوزن الاكس ده الطولي مع الاكس العرضي مع ايه واسقطه على الارض زي ما احنا عملنا كده في الطالة العملي بميزان الميزان الزومبا اللي هو ميزان الشغول اللي هو ميزان الزومبا وابدأ اعمله نقطة ارتكاز ونفس القصة الاعدة التانية بعمل لها نقطة ارتكاز من هنا النقطتين دول بيدوني اكس واحد اللي هو اكس مين اكس الميدة نفسه تمام يبقى انا كده عرفت اثبت الاعدة اثبت الميدة واراجع على الاعدة واراجع على الميدة طيب عايز اسأل سؤال هنا لو انا حبيت اقولك استلم الاعدة من النجار تستلم ايه اساسي واهم شيء في المقاسات استلمها ايه بالزبط بالنسبة للاعدة سواء كانت شدة معدنية او شدة خشبية وخلينا احنا في الشدة المعدنية اللي هي جوانب اليوفورم افضل واهم حاجة ان انا ابدأ اشوف الرسومات الهندسية الاول قبل ما ابدأ استلام معه من النجار اشوف الرسومات الهندسية وطالما طلعت الرسومات الهندسية بتاعتي ابص على الرسومات الهندسية اشوف الاواعل اللي عندي كام في كام والعمود مرتكز فين عمود جار وهي قعدة جار ولا هو عمود وسط وقعدة وسط تمام لانا لما هستلم الاعدة هستلم مقاساتها تمام المقاسات اللي موجودة عندي بتكون موجودة فين في الرسومات الهندسية قاف واحد بيكون طلها مثلا واحد متر عرضها متر وعشرين او متر ونص او طلها واحد متر ونص وعرضها واحد متر مثلا تمام الارتفاع بيكون حسب برضو الرسومات الهندسية خمسين او ستين او سبعين يبقى اذا الرسومات دي مكتوب فهي جدول على جنب بقول لك قاف واحد يعني المقاسات دي في منها خمس اواعد او ستة اواعد بنفس المقاس ده قاف اتنين في منها تلت اواعد بنفس المقاس ده قاف تلاتة في منها اعدة واحدة بنفس المقاس اللي مكتوب قدامك ده تلاتة في تلاتة او اتنين في اتنين او اربعة في اربعة بقول فرد المتر بتاع على طول اول حاجة مباشرة بفرد المتر وايس الاعدة من البداية للنهاية من الجنبين المقابلين لبعضهم وايس من الاول وايس من الاخر مزبوطة لازم تكون مزبوطة بالزبط لا تزيد ولا تقل ليه ما تزيدش ولا تقل ليه لسبب بسيط ايه هو لو زادت الاعدة عن المسافة المطلوبة يبقى انا زودت ايه زودت وحملت مصاريف على صاحب المشروع تمام هي مش هتبقى فيها ضرر مش فيها ضرر ولا اي حاجة ولكن زيادة مصاريف لو زادت خمسة سنتي او تلاتة سنتي اضربها في ارتفاع الاعدة في طول الاعدة هتديني رقم هتديني كمية من الاسمنت هتتحط فيها كمية من الخرصانة او الاضافات اللي هتتضف ليها هتبقى موجودة فين في المكان ده طيب لو هي نقصة شوية تلاتة سنتي او اربعة سنتي يبقى اذا الاحمال اللي هتقع عليها مش هتكون مقابلة للموضوع اللي ايه او المقاسي الموجود ليه لان المهندس اللي انشأ هذه الاعدة بالارتفاع المطلوب والعرض المطلوب والطول المطلوب اللي موجود قدامك ها عمل ايه انشأها بتقنية معينة باحمال معينة على نظام معين حطها تحت انشاء معين فلازم توصل للمسافة دي تزيد سنتي ماشي لكن ما تزيدش اكتر من كده يعني النسبة المسموح بيها تزيد بيها والنسبة المسموح بيها ان هي تقل لا مش مسموح تقل ليه عشان تقدر تشيل الاحمال اللي هتقع عليها وتحملها بانتظام على الارض او توزعها بانتظام على الارض تمام يبقى انا كده عملت الشغل المزبوط لو استلمت الاعدة بالطريقة المزبوطة لا زيادة ولا نقص وعرفنا زيادة هتعمل عندي مشكلة ايه ونقص هتعمل عندي مشكلة ايه تعتبر قلت في القطاع الاحمال هتبقى كتير عليها ده بالطريقة البلدي او بالكلام البلدي خالص طيب عندي مشكلة كبيرة جدا لو انا استلمت الاعدة والعوارض او الجنب بتاع الميدة المقابل لها داخل سنتي او اتنين سنتي تعال بص على الداتا كده وانا ورها لك بتتعمل ازاي او شكلها بيبقى عامل ازاي تعال نبص مع بعضين على الداتا كده ادي التمام جميل في خلال دقيقتين هنعرف مع بعض الموضوع ده يعني لو الجنب ده مثلا داخل مسافة حوالي مثلا وليكن سنتي اهو السنتي ده او الاتنين سنتي دول لو دخلوا في المنطقة دي والجنب ده دخل في المنطقة دي حوالي سنتي وانا قلت يا عامه ايه ده حاجة بسيطة وما فيش مشكلة واستلمتها على هذا الاساس الكلام ده يبقى صح الكلام ده غلط مية في المية ليه غلط مية في المية انا قلت المية ده دي خمسة وعشرين صح ولا مش صح فاكرها ولا لا اهي مكتوبة قدامك اهي خمسة وعشرين الميدة عرضها خمسة وعشرين انا خدت منها اتنين سنتي بقت كام بقت كام اتنين تلاتة وعشرين بقت تلاتة وعشرين صح ولا لا يبقى ازا قطاع الميدة نفسه قال لي معايا تمام طب ما انا هشيل الجنب طب ما كمان ممكن الجنب ده لو دخل هنا في المكان ده او جه خد من قطاع الميدة هاجئ افكه هعمل ايه هعمل مشكلة جنب ده جدا ها اكسر الجنب ها اكسر الميدة نفسها يبقى عملت ايه ضعفة الكورنر ده ضعفته جدا حتى كمان هو ده المسافة او المكان اللي انا بدور على قوته حتى بعديه بمسافة باعمل ابيحصل للميدة نفسها عملية قص او كسر بتكون هي اقرب مسافة للايه للكسر نفسه لعند الخمس او عند السبع يبقى من هنا ما استلمشي القعدة بالطريقة دي خالص بحيث ان يكون الجنب ده يبقى الطريقة دي او الجنب ده كده خطأ الجنب ده مظبوط جدا المسافة مظبوطة الجنب مش متداخل الجنب مش داخل معايا مش جاي معايا داخل الميدة ولا جاي معايا داخل القعدة نفسها حتى جنب الميدة نفسه ما استلموش فيه طول خالص ليه؟ بيضعف مسافة الميدة او بيضعف مسافة القعدة ومن هنا النهاردة بيكون حلقتنا خلصت ففي الحلقة اللي جاية ان شاء الله نتكلم مع بعض في الميد نسافر مع بعض والروح بعض المشاريع ونعرض بعض المشاريع او عمل الشدات المعدنية او الجوانب اليوفورم لبعض المصانع او بعض المشاريع ونتكلم عليها مع بعضينا دي كانت بالنسبة اللي بيان على المعلم لعمل اواعد منفصلة اواعد مستطيلة اواعد مربعة اواعد متصلة بالميد مستطيلة ومربعة ومن هنا بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته موسيقى